أكد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي على أهمية وضع منظومة تشريعية متطورة وحديثة بهدف التوظيف الآمن للتكنولوجيا الحديثة في خدمة الخطاب الديني نعم وأكد العسومي أن المنظومة تشريعية يجب أن تحافظ على ثوابت وأصول الدين الإسلامي الحنيف وتتناسب أيضا مع خصوصية المجتمعات العربية والإسلامية ومنظومة القيم السائدة بها وفي الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية نوه العسومي بالتحديات المرتبطة بالاستخدام الخاطئ والتوظيف السيء للفضاء الإلكتروني وأكد أن البرلمان العربي يؤكد ضرورة أن تلحق كافة الدول العربية والإسلامية بركب الثورة التكنولوجية الحديثة وتطبيقاتها في مختلف المجالات بما في ذلك الخطاب الديني ترجمة نانسي قنقر